مرحبا بكم في ولنا وقفة نناقش هذه الحلقة التحركات الإيرانية في مواجهة سياسة التضييق الأمريكية المتصاعدة عليها للحراك الدبلوماسي الإيراني تجاه العراق لعبة تحذير وتذكير وتعزيز لخيارات تهران في مواجهة التصعيد الأمريكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الدكتور حكم أمهز الكاتب والباحث الإيراني سنبدأ نقاش ولكن بعد تقرير الزميل عيسى مسعود تحرك أمريكي يقابله تحرك إيراني ليغضو العراق بين قطبين أحدهما دولي وآخر إقليمي مما لا شك فيه فإن الحراك الدبلوماسي باتجاه بغداد وإن كان يدر مكاسب اقتصادية كبرى لإيران يضع العراق في وضع حرج مع واشنطن التي لوحت باستخدام العقوبات ضد الدول التي لا تحترم على حد وصفها العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والتي دخلت مرحلتها الثانية والأقصى حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني الماضي فالعراق يستورد إمدادات مهمة من الحليف وشريك الجغرافيا إيران من أهمها الطاقة الكهربائية لكن الولايات المتحدة وهي حليف التغيير والإسناد الدولي والعسكري لبغداد أرادت أن تستقطب بوصلة السياسة العراقية ففي التاسع من الشهر الجاري قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة إلى بغداد وإقليم شمال العراق ضمن جولة قام بها في المنطقة مايك بومبيو قال إن واشنطن لا تضاعف جهودها الدبلوماسية فحسب بل وجهودها التجارية لممارسة ضغط حقيقي على إيران معتبراً تهران الخطر الأكبر في المنطقة ومطالباً في الوقت نفسه إيران بالتصرف كدولة عادية واشنطن التي وافقت على الإعفاء الجزئي من العقبات لمغداد طالبت ساسة العراق بإيجاد حلول تدرجية فحلول الوسط لا تقنع الأمريكيين وهم يريدون من حلفائها مواقف جلية من تهران إيران استقبلت الدهديدات والعقبات بنبرة تحدي لواشنطن وسط مناورات عسكرية قامت بها كأشفة في الوقت نفسه عن أسلحة صاروخية جديدة والحديث عن انتصار مرتقب على تلك العقوبات وخرقها وإذا كان توجه إيران إلى بغداد أبرز حلفائها ابتداءاً فإنها تبحث عن خيارات أخرى فهل ستنجح دبلوماسية البدائل الإيرانية في مواجهة سياسة التضييق الأمريكية؟ سأبدأ النقاش مع ضيفي من تهران دكتور حكم أمهز بمقابل جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتي كانت فيها إيران عنوان بارز يبدأ أيضاً محمد جواز ظريف وزير الخارجية الإيراني جولة أخرى بهدف الحديث عن الوضع الاقتصادي يبدأها من الهند فالعراق وكردستان العراق ما المأمول إيرانياً من هذه الجولة برأيك؟ بداية تحية لكم أستاذة ديمة وتحية لضيوفك ومتابعك دعينا ننطلق من نقطة أساسية حتى تكون أرضية تمهيدية للبدء النقاش بهذا البرنامج لنقول أنه نحن اليوم أما عقوبات للولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه العقوبات يمكن أن نوصفها بالأحادية لأنه ليس هناك من عقوبات مفروضة على إيران من قبل دول أخرى كالاتحاد الأوروبي أو مثلا مجلس الأمن أو غيرها وبالتالي إذا ما رجعنا قليلاً إلى الوراء فإن العقوبات ما قبل الاتفاق النووي كانت عقوبات شاملة وعامة ودولية وبالتالي في ذلك الوقت سطعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تتفلت من هذه العقوبات وأن تلتف عليها وأن تصدر نفطها وأن تصدر الإنتاجها الآخر اليوم نحن أمام عقوبات أحادية هذه العقوبات الأحادية حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تفرضها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدليل أنها أعفت وأعطت استثناءات لثماني دول وأكثر من ثماني دول هذه الإعفاءات محددة بزمن دكتور حكم هذه الإعفاءات التي تتحدث عنها محددة بزمن ويعني الأرقام تتحدث أن هذه العقوبات ولو كانت أحادية كما وصفتها فإنها أثرت على إيران اقتصادياً الآن جواد ضريف ما الذي أراده من الهند ماذا يريده من العراق برأيك نعم دعني فقط لصحح السؤال بشكل أضاق يعني هذه العقوبات بطبيعة الحال لها تأثير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى الاقتصاد ولكن هذا التأثير محدود يعني أنا أنقل لك الواقع القائم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنه ما حصل من تضخم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فترة السابقة يعني في غير الأشهر الماضية هذا كان قبل العقوبات المرحلة الثانية التي وصفت بالأصعب بعد فرض العقوبات في المرحلة الثانية والتي شاملت النفط التضخم انخفض في الفترة الماضية وصلت تومان إلى حوالي عتبة العتبة العشرين ألف تومان الدولار الآن هو بحدود لعشر ألف ألف تومان هذا يعني أن العقوبات مؤثرة وصلت فكرتك دكتور حكم أود أن أسمع من يوسف عزيزي في العلاب فقط فيما يتعلق بالعلاب دكتور حكم سأعود إليك ولكن بما أنك جئت على ذكر أن تهران نجحت في خفض مستوى التضخم هذا كان رأيي لضيفي من لندن يوسف عزيزي قلت أنه نجحت الحكومة في حل مشكلة واحدة وهو خفض مستوى التضخم ولكنك أيضا ترى عكس ما يراه دكتور حكم بأن هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على إيران فسأعود عليك السؤال الذي طرحته على الدكتور حكم ماذا تريد إيران من هذه الدول الدول المعفى من العقوبات الأمريكية أولا النظام الإيراني لم ينجح بتخفيض مستوى التضخم ولا يزال هناك صخص شعبي بسبب هذا التضخم المتزايد وكل يوم نسمع هذه الاحتجاجات والمظاهرات التي وصلت خلال عام إلى عشرة آلاف مظاهرة واحتجاج واحتصام في مناطق مختلفة من إيران هذا أولا ثانيا عما تريده الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية يبدو تريد أن تضغط أكثر ما تستطيع أن تضغط على النظام الإيراني وهي تعرف أن هذا النظام الإيراني أخذ يستنزف شعبيا وجماهيريا يعني هناك في الواقع استياء وصخط عام في البلاد يوسف عزيزي هذا مفهوم ولكن الآن نبحث عن خيارات إيران كيف تستطيع إيران مواجهة هذا التضييق الأمريكي وهنا نحن بصدد زيارة محمد جوال ضريف إلى هذه الدول بعينها ما الذي تريد إيران؟ ماذا تستطيع هذه الدول أن تقدم لإيران في هذه المرحلة؟ نعم أولا قبل لا يزور ضريف العراق زارها وزير النفط الإيراني بيجان زنقنة ولم تنجح زيارة زنقنة إلى العراق خاصة في مجال الحغول النفطية في المناطق الحدودية وهي كثيرة هذه باعتراف الصحافة الإيرانية ثانيا ضريف أيضا جاء ليس يعني جاء لي في الواقع يعني لي ينتهك العقوبات بشكل أو آخر عن طريق العراق كما كان ينتهكها قبل الاتفاق النووي وهو قالها في الدوحة بالحرف الواحد أن إيران أستاذة في تلاعب على العقوبات وفي انتهاك العقوبات ومستعدة لتعليم ذلك للآخرين لكن العراق في الواقع هي مرهونة عسكريا وأمنيا للولايات المتحدة الأمريكية شئنا أم أبينا طيب أود أن أخطر فقد هذه النقطة وهي ماذا تحاول إيران أن تفعله مع شاهل قرة داغي يعني على ذكر بيجين زينجانا وزير النفط الإيراني وصف الحصار الراهن على إيران بأنه أسوأ حصار اقتصادي على البلاد على الإطلاق وأيضا أربط هذا مع ما قاله ممثل الولايات المتحدة الخاص بإيران براين هوك يقول أن واشنطن لن تنظر في أي إعفاءات أخرى أو تمديد أي إعفاءات أخرى لدول من العقوبات ضد إيران برأيك يعني ما الذي تستطيع الآن إيران فعله حتى مارس أو مايو أيار القادم حيث تنتهي كل هذه الإعفاءات وماذا تريده من هذه الدول تحية لكم بداية من الناحية النظرية فعلا هناك عقوبات أمريكية على النظام الإيراني عقوبات اقتصادية وأيضا تهديد للدول المجاورة لإيران وخاصة العراق بضرورة إيجاد بدائل للبضايا الإيرانية والاتجارة مع إيران ولكن من الناحية العملية إيران تريد أن تستفيد من الصادرات إلى العراق كمصدر آخر لتخفيف العقوبات الأمريكية عليها إذا تحدثنا بلغة الأرقام هناك زيادة في معدل الصادرات الإيرانية ليقليم كل سنة العراق 26% منذ فرض العقوبات الأمريكية هناك نمو في الصادرات الإيرانية للعراق بشكل عام 40% إذن إيران نجحت من خلال استخدام وسائلها خاصة وعلاقاتها مالحزاب الموجودة في العراق في الاستفادة من العلاقات التجارية لأجل الانتعاش وأيضا قد نقول استنزاف العراق لأجل الاستفادة من تخفيف العقوبات على إيران وأيضا هناك لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع العراق وسوريا لجنة خاصة في إيران توصي الاستفادة من العلاقات التجارية وأيضا لا ننسى أن رئيس البرلمان الإيراني علي العرجاني قد ذكر أنه يجب الاعتماد على الصادرات للدول العالمية منها العراق لتخفيف آثار العقوبات والضغوطات الاقتصادية الموجودة من ناحية الأرقام ومن ناحية الوقاع نرى أن إيران فعلا خبيرة بكيفية الالتواء على العقوبات وكيفية تجاوز آثارها وأيضا على النقاط الحدودية ونفطة التركيز هنا تبدو العراق يعني دكتور حكم نائب وزير النفط الإيراني تقال بأن كل الدول معفا من العقوبات الأمريكية وإن كانت محددة بمدد زمنية ولكنها لم تشتري حتى ولو برميل نفط واحد من إيران ما عدا العراق هنا أتكل على الأرقام التي ذكرها ضيفي في الستوديو هل العراق ستكون المتنفس الأساسي لإيران لتجاوز هذه المرحلة نعم هذا ما كنت أود أن أقوله في بداية الإجابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أن العراق هو أحد شريينها الحيوية إلى الخارج وأيضا تعتبر تركيا لما لهذه الدولتان روابط جغرافية وثقافية بين هتين الدولتين ونحن نعرف أن هناك اعتماد كبير جدا للصادرات الإيرانية على العراق وعلى تركيا ولكن في هذا الإطار دعيني أقول أنه التركيز دائما على موضوع النفط الجمهورية الإسلامية اليوم هي تجاوزت الموضوع النفطي لإعتماد بشكل أساس على النفط هناك صادرات إيرانية غير النفطية صادرات غير نفطية كبيرة جدا سأدرب لك مثلا على ذلك نحن نتحدث مثلا خلال تسعة الأشر الماضية عن صادرات غير نفطية بقيمة 33 مليار دولار أكثر من ستة مليارات ذهبت إلى دول الخليج يعني الكويت والقطر والإمارات وهذه الدول الآن نتحدث أيضا عن تنامي في الصادرات النفطية وغير النفطية مع العراق وتركيا هناك مثلا الآن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران حوالي 12 مليار وخمسمائة مليون دولار أيضا نفس الشيء مع تركيا صحيح ولكن دكتور حكم التركيز على العراق واضح جدا من التركيز على العراق واضح جدا وزير النفط الإيراني كان هناك تلاهض ضريف والآن هناك إعلان عن زيارة للرئيس الإيراني روحاني إلى العراق خلال أي سابيع مقبلة أيضا بومبيو كان في العراق وهناك ضغوط أمريكية هائلة على العراق لإيجاد بدائل عن إيران وأمهلت العراق مهلة لحد نهاية آذار نعم صحيح هنا في هذه النقطة تحديدا دعيني أقول أنا لا أريد أن أحول البرنامج إلى سجال بيني وبين ضيفك من لندن لأنه قال أن العراق محكومة للقرار الأمريكي هذا غير صحيح لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن الوقاع والتجربة السابقة أثبتت أن لأمريكا نفوذ على العراق ولكن النفوذ الأكبر والعلاقات الأقوى هي لإيران مع العراق الآن عندما نتحدث عن علاقات جغرافية وغير جغرافية قومية ودينية وثقافية وديمغرافية بين العراق وإيران نتحدث عن وشائج وعلاقات قوية جدا هذه أكبر من النفوذ الأمريكي في العراق فلذلك الآن الضغط الأمريكي على العراق بهدف تحجيم هذه العلاقة والحد من هذه العلاقة بحيث تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تمرر الأهداف من خلال العقوبات المفروضة لكن ما يجري على الأرض هو غير ذلك لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية لأن تحديدا منطقة الجنوب العراقي هي علاقة كبيرة جدا الحجر الشعبي والفصائل في العراق أيضا مع إيران وعلاقتها قوية جدا المرجعية في العراق حتى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال بشكل صريح وواضح نحن لسنا جزءا من العقوبات المفروضة على جمهورية الإسلامية الإيرانية سأنقل ما تتحدث به إلى يوسف عزيزي هل سيكفي النفوذ الإيراني في العراق لتمييل الكفة باتجاه العلاقة الإيرانية العراقية بدلا من العلاقة العراقية الأمريكية أولا الامتعاض والصخط العراقي والجماهير العراقية زاء الإمبريالية الإيرانية التدخلية في شؤون العراق شاهدناه قبل أشهر في شعار إيران بره بره وإحراغ الغنصلية الإيرانية في البصرة والمظاهرات المختلفة في جنوب الشيعي بالضبط فهذا الاستياسة يزداد لا شك بعد أن كشف الشعب العراقي ما هي الدور الإيراني التوسعي في العراق وسائر البلدان المنطقة هذا أولا وثانيا يتبع ردا على سؤالكم يتبع أنه إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة أن تغنع جيران العراق مثل تركيا والعربية السعودية بالتعويض عن الطاقة الإيرانية التي في الواقع أرستها إيران منذ احتلال العراق سنكمل في هذه الفكرة يوسف عزيزي ضيفي من تهران تحدث عن نفوذ إيران في العراق ضيفي من لندن أيضا تحدث عن كل هذه المسائل وتحدث عن مشاكل الداخل الإيراني وأيضا جاء على ذكر المظاهرات التي جرت في جنوب البصرة برأيك الداخل الإيراني الآن إن ركزنا عليه الذي يعترض على التدخلات الخارجية لإيران ويعتبرها تكلفه اقتصاديا ولأجلها يعاني أيضا كيف سيتطور الداخل الإيراني؟ بلا شك إذا استمر التدخلات السلبية وخاصة في المنطقة وخاصة إذا ركزنا على العراق الشارع الإيراني أيضا لا يقبل بهذا الأمر أن يتم صرف مبالغ هائلة من الأموال لنشاطات خارجية لتوسيع النفوذ الخارجي لزيادة النفوذ السياسي على حساب سوء الأوضاع داخل إيران لا يسمحون بهذا الأمر وخاصة عندهم شعروا في آخر المظاهرات التي حصلت في البصرة وتم حرق القنصلية الإيرانية وبالتالي المواطنين في إيران أيضا يشعرون أن التدخلات الدهم الخارجية أصبحت سلبية أيضا مظاهرات داخل إيران تتحدث عن هذه الأوضاع الاقتصادية وربطها بالسياسة الخارجية تماما أصبح هناك وعي وإدراك بأن السياسات الخارجية لا تعد بالنفع للداخل الإيراني بل تسببت في عقوبات أمريكية وأيضا في تدهور الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني وهذا الأمر يدفع المواطن الإيراني حتى يرفع الشعار والسؤال سؤال النظام الإيراني ما هو الفوائد من هذه التدخلات الكبيرة نتحدث الآن عن 50% نسبة البطالة في بعض المدن الإيرانية نتحدث عن نسبة تفوق 40% من خرجي الجامعات في إيران بدون عمل هل هؤلاء سيكونون سبب للتغيير الداخلي في إيران؟ إذا نظرنا إلى النظام الإيراني نرى أنها مليئة بالأدوات التي تستطيع قمع أي تحركات وكما حصل من قبل الحركة الخضراء التي كانت حركة واسعة كبيرا وانتشرت ولكن تم قمعها بالنهاية هناك عوامل داخلية وأيضا هناك صخط شعبي على السياسات الخارجية الإيرانية ولكن إيران أيضا لديها تاريخ وتجربة في قمع أي حراك شعبي يخرج إلى الخارج ولكن الآن التعويل الأمريكي أيضا من العقوبات الاقتصادية هي تحريك الداخل الإيراني وبالتالي حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على التركيز على هذه النقطة للتحريك الشعب سأنقل هذه النقطة ليوسف عزيزي هل برأيك الضيق الاقتصادي الذي يعانيه الشعب الإيراني سيكون هو السبب في التغيير وهذا ما تعلن الولايات المتحدة في بعض تصريحاتها أنها تريد تغيير النظام من الداخل وتستخدم الاقتصاد لهذا السبب الإدارة الأمريكية لا تريد تغيير النظام الإيراني وأعلنتها بصراحة أنها تريد تغيير سلوك النظام الإيراني فالشعوب الإيرانية هي التي تريد تغيير النظام الإيراني الاستبدادي التوسعي فهذه الشعوب باعتراف أشخاص موالين للنظام بل ضمن النظام منهم بنت رف سنجاني وحسن الخميني حفيد آية الله الخميني وكلهم قالوا خلال الأسابع الماضية أن النظام الإيراني آيل إلى الانهيار وأيضا قالها يوم أول أمس محسن رضاية القائد السابق لقوات الحرس الثوري الإيراني أن الحكومة الحالية فشلت ضريعا في إدارة الأمور الاقتصادية والسياسية فمعنى أن النظام الإيراني يتخبط وليس التغيير من غبل ترامب ولا من الإدارة الأمريكية التغيير كما كان في زمن الشهر سنركز على الشق الاقتصادي حسن عزيزي واسمحني أن أعود لدكتور حكم بعض الحلول التي طرحت من الحكومة الإيرانية قد لا تستطيع تنفيذها كرفع الضرائب رفع الدعم عن السلعة الأساسية الوضع الاقتصادي الداخلي في إيران يعني ظاهر للعيان ويشكل ضغط على الحكومة الإيرانية كيف ستتصرف برأيك لا فقط اسمحيلي أنا شعرت خلال الحلقة أن البصار الحلقة البرنامج خرج عن سياقه وبدأنا نتحدث عن قامع وعن قيام عن انتهامات يعني أحيانا لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة كنت لا أريد أن أدخل في هذا السجال ولكن لا بد أن نرد لا طبعا لا طبعا ندعيني أولا أقول سأبدأ من البداية وباختصار شديد ضيفك من يوسف من لندن يقول أن هناك عشرات ألف التظاهرات يعني من أين أتى بهذا الإحصاء الذي حصل وكذا كانت هناك تظاهرات معينة مطلبية وعملت الجمهور الإسلامية الإيرانية وحكومتها على معالجتها أيضا كان هناك حديث عن أن جمهورية الإسلامية الإيرانية لديها خبرة في القمع والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي معروفة بديمقراطيتها وانتخاباتها دكتور حكم أنا أعتذر ولكن عندي دقيقتين فقط لختام هذا البرنامج دقيقتين لختام البرنامج أنا سأعطيق أنا سأختصر لا سأختصر أنا سأقول لك باختصار شديد جدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لو كانت تتماشى مع السياسة الأمريكية لكانت هي الدولة الأفضل في العالم ولو كانت أكبر دكتورية على الأرض ما تقوم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم هو دعم للمواد الغزائية الأساسية دعم للسرعة الأساسية رفع رواتب الموظفين خلال الأيام المقبلة سيكون هناك رفع للموظفين هناك تواصل مع الدول الحليفة وغير الحليفة لاستمرار الصادرات النفطية وغير النفطية وهذا مستمر ولا أعتقد أن الصورة بهذه السودوية التي يحاول ضيفيك الكلمين أن يسوقوها عن جمهورية الإسلامية الإيرانية أعذرني سأضطر لمقاطعتك دكتور حكم الوقت داهمني لو سمحت دكتور حكم الوقت داهمني صدقني شكرا جزيلا لك أختم معك ضيفي في السوديو شاه القرى داغي هل ستستطيع إيران تجاوز الصعوبات الاقتصادية والسياسية بسرعة لو سمحت بلا شك إذا تحدثنا عن الشأن الإراقي واستغلال العلاقات التجارية مع الإراق هي تستطيع أن تتجاوز العقوبات إذا لم يكن هناك ضغط على التطرف السياسية في الإراق لتخفيف العلاقات التجارية مع إيران إذا لم يكن هذا الأمر فهي تستفيد من الشارع العراقي وتستفيد من السوق العراقي لتجاوز العقوبات الاقتصادية عليها شكرا جزيلا لضيوفي في السوديو وأشكرك شاه القرى داغي باحث مختص في الشأن العراقي ومن لندن الباحث والكاتب الإيراني يوسف عزيزي كما أشكر ضيفي من طهران دكتور حكم أمهز الكاتب والباحث في الشأن الإيراني وأشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة إلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة اشتركوا في القناة